سيدي وحيد عبدالسلام بالي من اهر كفر الشيخ وجهة مصر العرمية متحدي الجن والانس الشياطين العبالسة والسحرة والمرضة كتابة الصارم والبتار في التصدي للسحر واشرار مكتبة الصحابة الجدة الشرقية الله هذا اللي راسمها الزهيري وهو من مكتبة ابو يعقوب الرفاعية هني اليوم يقول نماذج عملية لعلاج العين كل واحد يشتكي ما يقول صابوننا بالعين كان اتذكر واحد يا عند الوالد من المصورة سيدوية سيد هاشم سيد احمد الرفاع وزيناب الشيخ الطريقة الرفاع صفية قال لعمو بيعقوب انا اقلب سيارات وفعلا سيارتي مال اضربها ضربت الكهرباء فيها وانا اكسر قال للوالد مشي ابني وياي عند بنك رباوي وضربه عليه تحرتك مالم قاريد اطلع لي على بنك رباوي واذا فيك خير دح دح على قولة الديرية هلا سيدو يقول نماذج عملية لعلاج كان يقول لعمو بيعقوب يعني تبتحرجني قال الوالد السهلا سيدوية وتاجراسي هذا واحد كان يضرب بالعين للوالد ابي عقوب الرفاع قال له يا ابني روح عند بنك رباوي ويصيبه بالعين مور تروح تصيب لي هالمقاريدو وتقلبهم وتفلقهم نماذج عملية لعلاج العين النماذج الاول طفل رفض ثدي امه كنت في زيارة لبعض الاقارب قصص عملية فذكروا لي ان طفلا عندهم قد رفض ثدي امه منذ عدة ايام بعدما كان يرضى عرضات طبيعية فقلت له محذروا الطفل فاحذره وفرقيته بمعوذاته ومن تسأل معدي الادعية الوالدة ثم قلت لهم اذهبوا به الامي وجاءوا في الحال يبشرون ان الطفل قد التقم ثدي امي والفذل لا وحده ولا حوله ولا قوة الله بالله يعني كان مصيوب بالعين هذا نموذج الثاني صبية وقف عن الكلام كان صبيا فصيحا بليغا نجيبا بارزا بين زمالي في المرحمة السلطة ابن التوسط يتكلم باسمهم في المناسبات تحدث الى الناس في الحفلات وفي يوم من الايام توفي احد ابناء قريتي فذهب هذا الصبي مع قبيلة العزافة حمد الله واثنى عليه ثم القى على الناس معيضة بليغا فما امسى تلك الليل الله ابكما لا يتكلم سبحان الله سيب بالعين فجز ابوه وذهب بي الى مستشفى وقام لتباجر التحليل الشعاعات لازم لكن دون جدوى فجاءني به فلما رأيته كادت الدموع ان تذرفه من عيني لاني اعرفه بنشاطه الاسلامي في اندرسن لو لا انت مالك نفسي سألته فقص ابوه القصة والولد صامت فعلمت ان الولد تصيب بعين فرقيته بالمعوذات ثم قرأت له علماء فرقيت العين وقلت له به يشرب ويقتسل من هذا الماء سبعة ايام ثم يأتيني هذا سيبعت ايام جاءني الولد وقد سريع عنه فاصبح فصيحا كادتي فعلمته التحصينات اللي يقولها في الصباح والمساء كي تحصنه ضد العين والحمد لله ولا قوة الله بالله النموذج الثالث امر عجيب اما هذا الامر فقد حدث في بيتنا هو الامر باختصار انه جاءني رجل وامرأة عجوز فدخل الرجل عندي في المجلس يحكي لي قصة امي ودخلت العجوز وعليك السلام رحمة الله سيد البدرك ليجي متأخر وحاسب روح اصوفي حقيقي فدخل الرجل عندي في المجلس يحكي لي قصة امي ودخلت العجوز عند اهلي التي استدعيتها فقرأت عليها ثم انصرف نظرت في البيت فاذا فيه دود ابيض كثير جدا فتعجبت من ذلك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقام اهلي بتنظيف البيت بالمكنسة هذا عن العين يا سيدي كامل بابا هذا سيدي كامل سيدة محمد كامل الرفاعي الصوفي الحاليا هو بس يعني ادعي له ان شاء الله فاذا فيه دود كبير جدا فتعجبت من ذلك فقام اهلي بتنظيف البيت بالمكنسة وكنسر عما ظهرت دود مرة اخرى في كل الغرف فقلت لأهلي تعالي نفكر في الانف ماذا قالت لك يا هذا العجوز قالت كنت كانت تنظر لجانب البيت وتطيل النظر لكن ما تتكلم بشي ففهمت انها عين رغم ان بيتنا متواضع جدا ولكن لعل هذه العجوز تعيش في البدو لم تحضر اه ترى الحضر قط المهم احضرت ماء وقرأت عليه قرأت العين وقمت برشيعي في جوالبيت سفت العالم اختفت دود وعاد البيت كما كان والحمد لله الواحد الديان وهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله الى انت استغفرك اتوب اليك هذا سيدي بالي من كفر الشيخ سيدي كامل وين عنكم اه صار بتار صدي للسحر والاشرار وحيد عبد السلام بالي من كبارة صوفية في مصر والما والذين يقرؤون في حد منكم قابلة قابلت سيدي عفيفي سيدي وحيد عبد السلام بالي البلديات الكفر الشيخ لا لا تتخلاش شلو مو مصري قريب عن ور كفراوي اجلنا الني اشتركوا في القناة